اشتركوا في القناة المجموعة الاولى للمنافسة على اللقب حيث العودة الى المتعة والقوة والسرعة والمهارة في دور المحترفين لكرة اليد المجموعة الاولى مشاهدين الكرام مشاهدي قناة الاهلي في كل مكان تضم اندية الاهلي والزمالك وسبورتينج والبنك الاهلي وطلاء الجيش وسموحة تقام اليوم في اولى الجولات عقب انتهاء التوقف الدولي نتيجة الاعداد لبطولة افريقيا التي تعجلت الى اجلا غير مسمى اولى لقاءات اليوم كان يجمع بين نادي الزمالك ونادي طلائع الجيش وحسموا نادي الزمالك لصلحه بنتيجة تمانية وعشرين عشرين لقاء اليوم بيمر بعدة منحنيات ومتغيرات تعصف بكل الفريقين حيث النادي الاهلي صاحب الارض وصاحب الزي الاحمر التقليدي والشورت الابيض اما نادي اسموحة فبزيء الابيض بالكامل تيشيرت وشورت والشراب الاسود الاهلي تشكلته سريعة كده هنقول لحضراتكو في حراسة المرمى عبد الرحمن حميد في الوينج رايت رقم تمانية وتسعين عمر خالد على شماله رقم خمسة محسن رمضان صخرة دفاع وحاقة الصد المنيع للنادي الاهلي ومنتخبنا الوطني ابراهيم المصري رقم اربعة وعشرين وتلاتاشر فوكس او سيف هاني وفي الجناح الشمال احمد هشام سيسا رقم تسعة وسبعين تقم تحكيم اليوم مشاهدين الكرام الكابتن احمد مصطفى شوقي والكابتن محمد عادل ميقاتي الكابتن محمد عماد ومسجل الكابتن فاطمة الزهراء ويراقب المباراة الكابتن اشرف عوض مراقبا لهذا اللقاء ابتدى اللقاء سريعا برمية الارسال والسنترة عن نادي اسموحة اللي دخل من الجناح رقم اتنين محمد حازم وحاول يجرب عفا رقم اربعة مهاب متحة وحاول يجرب اولى تصويباته من الجناح الشمال الوينجليفت لكن عبد الرحمن حميد والتقلق والتصدي وتقطعت الكرة وتعملت مرتدة سريعة للنادي الاهلي عن طريق اسمى الجزيري توصل لابراهيم المصري اللي صوبها لكن لسوق حظه برضو تطلع بره المرمى وتصبح الكرة في حوزة نادي اسموحة تاني اسموحة اللي بيحاول يستكشف لسه كده ويتوغل في عمق دفاعات النادي الاهلي ويعمل خلخلة كده عن طريق رقم اتنين حازم محمد حازم اللي معاك كرة وبتقع منه وتعملت دابل دريبل لماها الاهلي على طول لفوكس خدها فوكس ودخل واخترق وتعاون ما بين فوكس وما بين عمر خالد وعلى اثرها يحرز فوكس اول اهداف النادي الاهلي واول اهداف اللقاء عشان يبتدي النادي الاهلي يتقدم فيه النتيجة مشاهدينا الكرام واحنا بنلعب فيه بداية ديئة التالتة من زمن واحداث الشوت الاول قلنا لحضراتكم مشاهدينا الكرام على تشكيل النادي الاهلي وايضا تشكيل سموحة اللي بيشارك النهاردة الحقيقة برضو قلنا لحضراتكم في مقدمة المباراة ان عندنا الظروف الاستثنائية بتعصف بكل الفريقين ويمكن فريق اسموحة مشاهدينا الكرام بيغيب عنه سبع لاعبين ما بين اصابات مختلفة حاول رقم 13 محمد علي انه يخترق ويتوغل لكن تطلع كرة منه رمية جانب يلمها النادي الاهلي ويروح بيها توصل الى محسن رمضان رقم 5 اللي ارتقى وصوب كرة على شمال محمد جمال ارضية معلنا الهدف الثاني لسه نادي اسموحة مشاهدينا الكرام بيتحسس هجماته ويتحسس ويستكشف خطواته فيه اثناء الهجوم وهو الكرة معاه النادي الاهلي بيلعب بخمسة واحد بخروج فوكس على صانع الالعاب لكن هي خمسة واحد مقفولة مش مفتوحة وبينزل تاني يقفل يحولها لستة صفر دفاعية عن طريق النادي الاهلي وسامة الجزيري في مركز اتنين المدافع ومعاه محسن رمضان وتاني تمرير عرضية تطلع رمية جانبي لمها الجزيري لفوكس لمحسن تاني اللي رايح محسن وفيه دفاع قوي معاه من مين من يوسف علاء رقم خمسين وكمل إبراهيم المصري الهجمة وطلع بعدما أدى دوره في الهجمة المرتدة ونزل دلوقتي رقم تمانين أحمد عادل لاعب الدائرة في صفوف النادي الاهلي ومنتخبنا الوطني أحمد عادل رقم تمانين أحد الكروت والأوراق الرابحة اللي بيعتمد عليها النادي الاهلي وبيستغل وقادي كورة سيسا بعدما قطع وحاول يعمل خداع ودوران ودربلاية لكن كان فيها دفع وكان فيها قطوة زيادة وبالتالي على طول صفر الكابتن أحمد مصطفى شوقي فاول ورمية حرة للنادي الاهلي أسامة جزيري لفوكس تقع الكرة من إيدي وتخبط في رجله ولماها سموحة حاول يعمل للمرتدة لكن ارتداد دفاعي سريع من النادي الاهلي وعلى مهله تاني سموحة عن طريق محمد حازم صانع الألعاب والعقل المفكر لفريق سموحة على يمينه رقم خمسين يوسف علاء وعلى شماله ماندو رقم 13 محمد علي أحمد رقم 13 وتغيير في المراكز وتقاطعات في الخط الخلفي ماندو تاني بيحاول يخترق ويتوغل ويصوب لكن حميد قافل حميد يا جماعة برضو من حراس المرمى أصحاب الخبرة والمهارة حقيقة وأحد الأوراق اللي صعدت على منصة التتويج وحصوله على بطولة العالم مع منتخب الناشئين موليد 2000 وهو احترف في رحلة احترف سريعة كده وعاد تاني إلى بيته وصف وعارين النادي الأهلي ليذود عنه ببسالة حتى الآن جهاز الفني للنادي الأهلي الكابتن طارق محروس مدير فني ويعونه الكابتن أشرف عواض والكابتن محمد حسين علي إداري وطبيب الفريق أحمد محمد رأفة التصويبة تاني من محمد حازم لكن بره تلت خشبات يلمها حميد ويلعبها الفوكس للجزيري ومنه لمحسن رمضان في الباكرايت محسن سيف يحاول تاني يتوغل ويعدي لكن دفاع قوي من رقم أربعة مهاب متحت اللي بيدفع في مركز ثلاثة لنادي سموحة برضو سموحة مشاهدينها الكرام بيلعب بيه يعني ما بين ثلاثة ثلاثة مقفولة أو ثلاثة اتنين واحد مقفولة ودي الطريقة الدفاعية اللي بيلعب بيها سموحة بمهاجمة اللاعب المستحوز على الكرة وقادي كرة تاني توصل للجناح لعمر خالد اللي عملها المحسن حاول يصوب لكن يتصدى جمال جيمي وتتلعب رمية هجمة مرتدة سريعة ليسموحة حاول عن طريق رقم 13 محمد علي انه يخترق ويتوغل ويتعمق في صفوف الدفاعات الأهلوية لكن يتصدى حميد وكان فيه دفاع قوي وصفارة من الكابتن محمد عادل والكابتن أحمد مصطفى شوقي طاقم التحكيم لقاء اليوم مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان حتى الآن عفوا حتى الآن مازال سموحة عاجز عن الوصول إلى الشباك الأهلوية بعد وإحنا بنلعب فيه ديئة تمانية مشاهدينا الكرام ومازال النادي الأهلي بيؤدي برتمه الهادي برتم واثق الخطوة يمشي ملكا متقدم 2 صف بعد مضي 8 دقايق تقريبا من زمن وأحداث الشوت الأول ثاني محاولة للدوران ودفاع قوي من إبراهيم المصري ويوسف علاء الدين البكرايت لنادي اسموحة نجح أنه هو يحصل على مخالفة فول لصالح نادي اسموحة وإيقاف دقتين على السد العالي والصخرة الدفاعية للنادي الأهلي إبراهيم المصري اللي بيكلم وبيوجه وقادي كابتن طارق بيكلم معاه على طول وبيقول له يعني إن ما كانش ليها لازمة لكن تاني الكرة توصل هاي بحاول نادي اسموحة إنه يستغل الزيادة العددية نتيجة الإيقاف الدقتين على المصري من دفاعات النادي الأهلي لكن دفاع قفل تاني تماما للنادي الأهلي تاني ماندو محمد حازم رقم 2 يسجل ويصوب على شمال حميد ويحرز أول أهداف نادي اسموحة في هذا اللقاء وإحنا بنلعب فيه إيقاف تسعة واستغل النقص العددي واتساع المساحات الدفاعية بين مدفعي النادي الأهلي مشاهدين الكرام طلح حميد ونزل رقم 10 عبد الرحمن فصل والجزيري استغل وغير من مركزه في صانع الألعاب ونزل على الدائرة واستلم الكرة ولف ودار وصوب باقتدار وأحرز الهدف وقادي فاست بريك جميل من حميد استغل أن الكرة تقطعت وعمل فاست بريك جميل إلى مين؟ إلى عمر خالد رقم 98 الوينج رايتلي النادي الأهلي اللي استلم كرته من خلف الدفاع وصوب في المرمى الخالي مرمى نادي اسموحة محرزا الهدف الرابع مشاهدينا الكرام لصالح النادي الأهلي لسه النادي الأهلي متبقيله ثلاث ثواني ويكمل بعد انتهاء إيقاف إبراهيم المصري اللي نزل دلوقتي وتوصل الكرة للجناح ويتقلق تاني حميد وقافل تماما حميد حتى الآن الجزيري حاول يعمل كرة وان تو ما بينه وما بين أحمد يشام سيسا فيه الوينج ليفت الجناح الشمال لكن كانت الزاوية ديقة تماما فبالتالي أحمد يشام حافظ على كورته وهدى ملعبه على ما يعمل النادي الأهلي تغييراته الهجومية بخروج إبراهيم المصري اللي كمل مع فريقه وانزول أحمد عادل على السنتر فروت لاعب الدائرة هذه فصل تاني وعلى الدائرة لأحمد عادل واستلم ولف وصوب وأحرص بيها الهدف الخامس مشاهدين الكرام خمسة النادي الأهلي واحد سموحة بنلعب في الدقيقة 11 من زمن وحداث الشوت الأول من هذا اللقاء مشاهدين الكرام مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان تاني سموحة يعني كان في حديث قبل اللقاء كده مع الكابتن طارق محروس لكن بعد الكرة دي هنتبعها ونشوفها مع حضراتكم تصدي وتقلق من حميد ومتابعة للكرة المرتدة من سيسا أحمد هشام لكن بعد ملمها ولعبها إلى خارج منطقة الستة متر كان فيه سفارة من الكابتن محمد عادل من الكابتن محمد عادل نتيجة أنه كانت رجله دايسة على خط الستة متر وباقت رمية حرة لفريق سموحة تاني ماندو اللي عمل تغيير في المراكز ما بينه وما بين محمد حازم وجي ماندو في الباكليفت ومحمد حازم وقادي فيه سفارة وقادي تاني إيقاف على إبراهيم المصري نتيجة وقادي الإشارة واضحة من الكابتن محمد عادل والكابتن أحمد مصطفى شوي إن كان فيه ماسك من التيشرت من إبراهيم المصري ماسك المهاجم نادي اسموحة من التيشرت الخاص به فبالتالي على طول زبطها تاقم التحكيم وداله تاني إيقاف دقتين وكده هيحط إبراهيم المصري في موقف محرج عشان يستكمل اللقاء لمشاهدين الكرام لأن كده إبراهيم المصري حصل على إيقاف دقتين لمدة مرتين يعني متبقيله مرة واحدة فقط عشان لو حصل عليها يحصل على الكارت الأحمر وما يستأنفش اللقاء مع فريقه وقادي سيسا بمهارة واختدار قطع التمريرة وراح بسرعة بهجمة مرتدة منفرد فاصل بريك لوحده خالص راح وأحرز الهدف على يمين جيمي الهدف السادس لصالح النادي الأهلي عشان تبقى النتيجة ستة النادي الأهلي واحد اسموحة وعلى طول جهاز الفني النادي اسموحة كابتن محمد بسيوني المدير الفني النادي اسموحة ومعاك كابتن شادي عبد النبي بيطلبه التايم آوت الوقت المستقطع على طول عشان يوجه فريقه شايف إن احنا بنلعب دخلين قربنا من منتصف الشوت الأول بنلعب في ديئة 13 مشاهدين أهل كرام واسموحة عاجز عن الوصول إلى الشباك الأهلوية والشباك الحمراء حتى الآن مشاهدين الكرام وما أحرصش سوى هدف وحق حتى الآن ويمكن ده لنقص الخبرة وللأسباب اللي ذكرها الكابتن بسيوني في حديثي معاه قبل اللقاء إنه بيعنده سبع إصابات ما بين إصابات عضلية وإصابات فاسيولوجية وإصابات جثمانية ويمكن أدوار البرد المنتشرة واختلاف الأجواء وفترة التوقف الطويلة طبعا قدت إلى هذا وفي المعسكر الأحمر وفي معسكر النادي الأهلي برضو بيعاني يمكن برضو كان فيه يعني تصريح من الكابتن طارق محروس المدير الفني قبل اللقاء للنادي الأهلي إن النادي الأهلي يمكن أول تمرينة يتم اكتمال صفوفه أو يقدر نقول تمرينة مكتملة كانت يوم السبت الماضي منذ 53 يوم فأول عكسي على هجوم سموحة نتيجة إنه طلع بالكورة ارتقاء ونزل تاني وأصبحت أربع خطوات وصفر على طول الكابتن أحمد مصطفى شاوي حكم لقاء اليوم واحتسبها هجمة وفاول على نادي سموحة لمصلحة النادي الأهلي نزل تاني أحمد عادل على الدائرة وطلع حميد نتيجة النقص العددي وكده مرمى النادي الأهلي خالي والخطأ هيكون غالي مشاهدينها الكرام أحمد عادل حاول يعمل باكهاند تمرير تصويبة كده خلفية لكن كان معه دفاع قوي عن طريق مين؟ عن طريق اللعب رقم 8 عماء عادل عماد وصفارة وفاول للنادي الأهلي وسامة الجزيري لعشرة عبد الرحمن فيصل ودفاع وصفارة وفاول تاني للنادي الأهلي لسا النادي الأهلي متبقي له حوالي 15 ثانية ويكمل صفوفه والمرمى خالي والخطأ هيكون غالي مشاهدينها الكرام في حالة قطع الكورة أو التصدي لهجمة النادي الأهلي صفارة ورمية حرة للنادي الأهلي من على خط 900 أحمد عادل لمحسن رمضان للجزيري صد جمال لما هسموحها وارتداد دفاع للنادي الأهلي كمل صفوفه ونزل حميد في المرمى وصفارة وفاول ورمية حرة لنادي بسموحها تاني منضو في نص الملعب بيمرر كورة خلفية وتصويبة من محمد حازم لكن ترتضم في القائم وتطلع رمية مرمى يلعبها حميد سريعة توصل لفيصل اخترق وتوغل وصفر الكابتن أحمد مصطفى شوقي فاول ورمية حرة للنادي الأهلي أحمد عادل تاني أسامة جزيري في نص الملعب صانع ألعاب والعقل المفكر والمحرك لهجمات النادي الأهلي حاول الجزيري أنه يتوغل في دفاعات سموحة ويصوب لكن دفاع قوي وقافل للمساحات والمسافات وتصدي من جيمي وصفارة ورمية حرة للنادي الأهلي ابتدى النادي الأهلي دلوقتي يعمل تغيير فيه المراكز بقطع سيسة من الجناح وينزل على الدارة ويقلبها الأربعة اتنين هجومية ويصوب الجزيري تصويبها ضعيفة لكن في الزاوية البعيدة ويتوصل للشباك السكندرية شباك نادي سموحة ويحرص بيها الهدف السابع قلنا لحضراتكم مشاهدينا الكرام ومازلنا بنؤكد ونقول إن ما زال نادي سموحة عاجز عن الوصول إلى شباك الأهلوية بعد مرور تقريبا 16 دقيقة من زمن وأحداث الشوت الأول لم يحرص سوى هدف واحد فقط مشاهدينا الكرام تاني تصويب وتصدي من حميد ومتابعة من المصري ويلعب المصري الكورة لفصل وإسلام حسن قائد وكابتن النادي الأهلي نزل في نص الملعب مكان الجزيري على يمينه ليه فصل توصل منه إلى سيسا ويخش سيسا من الجناح بمهارة وشطارة ينهي العبارة ويوصل لشباك سموحة ويحرص منها الهدف الثامن تمانية الأهلي واحد سموحة بنلعب في الديقة 17 مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان غير دلوقت الكابتن باسيوني طلع 13 محمد علي أحمد منضو ونزل رقم 23 عمر مختار على الدائرة وألبها أربعة اتنين هجومية وقادي الثاني قافل دفاع الأهلاوي تماما وإسلام يقطع كورة ومنه لعمر خالد فاست بريك سريع يحرص بيها الهدف التاسع عشان يزيد من آلام وأوجاع نادي سموحة يعني برضو من ضمن تصريحاته أن كان التارجت بتاعهم أو بتاع الجهاز والفريق أنه بيحاول يوصل للمنافسة والوصول إلى المربع الذهبي طبعا مش المنافسة على اللقب لأنه عارف وعنده قناعة أن المنافسة على اللقب محسومة ما بين الأهلي والزمالك أو الزمالك والأهلي مشاهدينا الكرام عفوا اللي بيتمركزوا فيه المركزين الأول والتاني وإحنا بنلعب فيه المجموعة الأولى اللي بتنافس على اللقب وقلنا أن المجموعة الأولى بتضم ست عندية بتنافس على اللقب عندية الأهلي والزمالك وسبورتينج والطلاع الجيش والبنك الأهلي وسموحة السكندري إشارة باللعب السلبي بين الكابتن مصطفى والكابتن محمد عماد وارتقاء وتصويب حميد والتصدي إسلام والانطلاق وتمريره عكسية بعرض الملعب توصل ليه عمر خالد كاستيلو كاستيلو يا كاستيلو دخل من الجناح وأحرز بنجاح الهدف العاشر مشاهدين الكرام عشر الأهلي واحد سموحة الدقيقة عشرين من زمن الشوت الأول مشاهدين الكرام رجع تاني الكابتن باسيوني عدل بعدما كان ابتدى يلعب به أربعة اتنين هجوميا ونزل عمر مختار على الديرة اللي نجح دلوقت أنه يحرز تاني أهدافه بعدما حجز لنفسه كويس واستلم كرته إسلام والاختراق والتمرير وحاول عبد الرحمن فصل أنه يعمل كورة جميلة للمصري لكن قطعها فريق اسموحة عن طريق مؤمن محمد واحرس بها الهدف التالت ويلعب الأهل رمية الإرسال سريعة توصل إلى عبد الرحمن فصل رقم عشرة ويعمل إحدى قذفات الأهداف بقى الأرض جو تصويبة سبتة كده من تحت المدافع تعانق الشباك وتبقى الهدف الحداشر مشاهدين الكرام حداشر الأهلي ثلاثة اسموحة الأحرز يمكن هدفين متتاليين فيه دقتين وربعض لكن طبعا هي نتيجة لا ترضي عشاق وجهاز نادي اسموحة ولا اللاعبين أنفسهم يعني بعد إحرازهم ثلاث أهداف وأدي كرة تانية على الجناح على الدائرة عفوا إلى مين إلى عمر مختار اللي واضح أنه هو عنده الحلول الهجومية اللي تصدلها حميد بمهارة وشطارة وجسارة الحقيقة لكن كان قبل بقى الكرة ما تنزل على الدائرة لعمر شوئي كان فيه إعاقة من أحمد هشام سيسا لمهاجم نادي اسموحة وعلى أثرها بيحصل سيسا على إيقاف لمدة دقتين كده النادي الأهلي هيلعب برضو ناقص تاني لعب نزل دلوقتي 13 سيف فوكس هاني في الجناح الشمال فوكس أحمد عادل اسلام حسن تمريرات عرضية وتقطعات للخط الخلف للنادي الأهلي ودفاع قوي من سموحة وصفارة وفول ورمية حرة لصالح النادي الأهلي فيصل اسلام تغيير في المراكز اسلام بيحاول طبعا يخش اسلام من الجناح وحاول يعملها كرة كده يلف في إيده من الزاوية الديقة اللي داخل فيها تقريبا داخل من الزاوية صفح حاول يلف في الكرة وبريست إيده لكن تطلع برا المرمى ويلماها على طول جيمي ويلعبها هجمة لصالح نادي سموحة اللي رايح وهيحاول يستغل النقص العددي فيه صفوف دفاعات النادي الأهلي وفيه دفاع من دخل الستة متر طبعا عن طريق محسن رمضان كان جوه الستة متر هو وكستله فعلا وعلى طول صفارة ورمية سبع أمطار رمية جزائية لصالح نادي سموحة مؤمن محمد في مواجهة حميد يطرى الغلبة والتفوق لمين مؤمن ينجح على طول على يمين حميد يحرز الهدف الرابع 11 الأهلي 4 سموحة نلعب في الديئة 23 مشاهدين الكرام إسلام حسن خلاص النادي الأهلي كده فضله 3 ثواني مشاهدين الكرام ويكمل صفوفه وينزل حميد فعلا نزل وقادي إسلام وتغيير في المراكس وواضح أن فيه تغيير وفيه شغل خططي هيتعمل وقادي هو إسلام بيتكلم مع محسن رمضان وبيقول له خمسة واضح أن فيه شغل وقادي أحمد عادل ولعب الكرة المحسن لكن بعد ما استندنا لحظة كده كان فيه دلي في التمريرة أو تأخير في التمريرة وكان لحق على طول الدفاع أنه يرجع ولمها وتبقى فاول وصفرة ورمية حرة للنادي الآن إشارة اللعب السلبي ولعب إسلام إلى عمر خالد لكن كان دايس على الخط وعلى طول رمية مرمى للمها على طول وصفرة ولعبها جيمي إلى الهجوم السكندري الهجوم الأبيض هجوم نادي يسموحها على طول رقم تمانية عماد عادل عماد بيحاول يتوغل لكن قدام مين قدام الصخرة ذاروك إبراهيم المصري السد العالي للدفاعات الأهلوية اللي قافل تماما منطقة نص الملعب ومانع وابتدى دلوقت يسموحها يعدل من طريقته إلى زيادة عددية سبع لعبين بخروج حارس المرمة وينزل لعب زيادة وتوصل الكرة على مهل إسلام إلى محسن ومن محسن إلى عمر خالد وإلى الشباك السكندرية الهدف لتنشر لصالح النادي الأهلي نشر الأهلي أربعة سموحة ديئة خمسة وعشرين مشاهدين الكرام ولسه نادي سموحة دلوقت بيلعب بزيادة عددية والمرمة خالي والخطأ والغلط هيكون غالي أعزائي المشاهدين في حالة فقدان الكرة أو ارتكاب الفاولات أو قطع الكرة لكن استغلها سموحة بنجاح وأحرز عمر مختار بارتياح الهدف الخامس فيصل اللي جي في نص الملعب وبيغير مركزه مع إسلام وجي إسلام حسن صنع الألعاب والعقل المفكر وهادي أهو بيطلب من سيسا التحركات إسلام لفيصل لإسلام لسيسا تقع الكرة من إيده لفيصل لعبد الرحمن تاني تاني ارتقى وصوب وأحرز الهدف التلتاشر تاني سموحة عن طريق عادل عماد ودفع قوي من محسن من فيصل لسيسا والمرمة زي ما قلت لحضراتكم خالي ونزل على طول سمير أبي الدرداء لكن ملحقش طبعا لإن كان سيسا استلم وأحرز في الشباك الخالية الهدف الاربعتاشر تاني هل هينجح الأهلي برضو في قطع الكرة ولا هيتفوق سموحة نتيجة الزيادة العددية اللي عنده وقادي بيصوب لكن حميد بريفليكشن عالي جدا مشاهدين أهل كرام يعني لو وصفنا لحضراتكم الكرة اللاعب رقم 13 ماندو رايح ولا على جهة اليمين في اتجاه الباكرايت كده وحميد ماشي معاه على شماله والكرة بتتصوب على يمين حميد وبيغير حميد حركته واتجاهه وبيتصدل الكرة ويمنع الهدف من الوصول إلى الشباك الأهلوية إسلام لأحمد عادل وحاول الدفاع أنه ياخد فاول عكسي على أحمد عادل لكن كان فيه تحرك وكان فيه دفعه فعلى طول صفارة من الكابتن محمد عادل والكابتن أحمد مصطفى شوقي رمي حرة للنادي الأهلي إسلام منه لفصل لعبد الرحمن حاول يعمل خداع ما بين تغيير المراكز محسن رمضان وعبد الرحمن فيصل ويلعب تمرير عكسية الفصل في الباك العكسي لكن تطلع برا المرمى رمية جانب ياخدها سموحة ويروح بنلعب في الدقيقة 29 مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان ونادي اسموحة مازال مصر على اللعب بالزيادة العددية وخروج حارس المرمى كابتن باسيوني واضح إنه هو بيجرب و هذه تاني كرة تقع وسيسة يعمل المتابعة ويلمها ويحطها سيما قلت لحضراتكم المرمى خالي والخطأ هيكون غالي وفعلا وصل الفارق إلى عشر أهداف مشاهدينها الكرام خمستاشر النادي الأهلي خمسة سموحة وبنلعب فيه دقيقة تسعة وعشرين من الشوت الأول من هذا اللقاء تاني سموح ماندو في نص الملعب إلى رقم تسعين يوسف عبدالتواب اللي معاك كرة في نص الملعب يحاول يخترق ويتوغل وفعلا اخترق وصوب وأحرز الهدف السادس والعيبة حمايد للمصري رمية الإرسال على طول إسلام عبدالرحمن إلى عمر خالد في الجناح الجناح اليمين وعمر خالد بيسجل على يمين أبو الدرداء حارس مرمى سموحة اللي نزل رقم 88 ويصوب ويحرز الهدف الستاشر عشان يرجع الفارق تاني عشر أهداف حتى الآن ستاشر الأهلي ستة سموحة تاني سموحة بيلعب بزيادة عددية بنزول اتنين فارودة والكرة تتصوب بره الثلاث خشبات حمايد يحط في المرمى قطعها سيسا حاول يستلمها لكن كان أبو الدرداء رجع وقفل في منطقة الستة متر ولما الكرة ولعبها مرتدة سريعة إلى سموحة توصل لي الجناح اللي دخل رقم 90 يوسف محمد عبدالتواب وصوب لكن حميت كان قفل عليه الزاوية تماما وترتضم بأسفل قائم وتطلع بره الملعب ومعاها صافرة نهاية أحداث الشوت الأول مشاهدين الكرام مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان بتقدم النادي الأهلي 16 مقابل 6 لنادي اسموحة شكرا لحضراتكم على متابعتكم معنا فصل واستراحة ونعود مع حضراتكم بعد نهاية الاستراحة لاستئناف المباراة وبداية الشوت الثاني مشاهدين الكرام شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيداتي أنسات سيداتي أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان مرة أخرى يسعدني أن أكون مع حضراتكم معلقكم الرياضي آب رجب لنقل أحداث وقائع الشوت الثاني من لقاء الأهلي وسموحة ضمن المجموعة الأولى مباريات المجموعة الأولى للمنافسة على اللقب لقب دوري المحترفين لقب دوري القوة والسرعة والمهارة والإثارة انتهى الشوت الأول مشاهدينا أهل كرام بتقدم النادي الأهلي وتسيد اللقاء تماما بنتيجة 16 الأهلي 6 سموحة نادي سموحة يمكن عانى منذ بداية اللقاء وحتى الدقيقة 17 لم يحرز سوى هدف واحد دقيقة 17 من زمن وأحداث الشوت الأول طبعا لم يحرز سوى هدف واحد وتتالت وتوالت الأهداف إلى أن استطاع أن يوصل إلى الرقم 6 من الأهداف التي وصلت وسجلت في الشباك الأهلوية استعنفنا اللقاء على بركة الله مشاهدينا الكرام سيف هاني فوكس في نص الملعب على يمينه أسامة جزيري وعلى شماله محمد سليمان مهاب سعيد عفوا وسفرة وفاو العكسي على النادي الآل تاني سموحة وتصويبة ونزل دلوقتي في حراسة المرمى عبد الرحمن طه وحاول الأهل يعمل مرتدة تقع من أسامة جزيري ما بين أسامة جزيري وما بين سيف هاني والأمها فريق سموحة وتقع برضو للمرة التانية من إيد عادل عماد والأمها فوكس وعلى مهل تاني نزل دلوقتي برضو 72 ياسر محمد وقادي تصويبة من محمد سليمان لاشين لكن يتقلق أبو الدرداء ويصد ويمنع الكرة من الوصول للشباك وتبقى رمية مرمى لصالح اسموحة اللي على مهله وبينزل وبيعمل التغييرات وبرضو هيلعب تاني الكابتن باسيوني بالزيادة العددية في الهجوم بخروج حارس المرمى ونزول لعب دائرة زيادة وقادي الكرة هي حاول يعملها للجناح رقم 11 للوينج رايت مؤمن محمد لكن سيسا قطع الكرة بمهارة وتطلع رمية جانب لنادي اسموح تاني محاولة توصيل الكرة على الدائرة تصويبة كده بدون عنوان من أحمد عبدالله برة تلات خشبات يلمها على طول طه لفوكس توغل واخترق لكن دفاع بقوة وبجراءة يحصل على فاول عكسي على سيف هاني نتيجة الاندفاع ومحاولة التوغل واقع اللاعب رقم تمانية عادل عماد من فريق سموحة بيتألم وريح له سيف هاني يتطمن عليه ومعها صفارة وإشارة من كابتن أحمد مصطفى شوقي لفاول ورمية حرة لصالح نادي سموحة هيلعبها سمير أبد درداء رقم تمانية وتمانين حارس المرمى ومنضف نص الملعب كصانع ألعاب على يمينه 94 عبد الله أحمد محمد عبد الله وعلى شماله رقم 90 يوسف عبدالتواب منضو في نص الملعب وعلى الدائرة طبعا قلنا عمر مختار شوقي من أول ما نزل في الشوت التاني وابتدت يعني يبقى فيه ريحة ليه خطورة سكندرية عن طريق نادي اسموحة وعلى الدائرة هو بيستيلن برضو كورتو ويحرز معها أول أهداف الشوت التاني وتوصل لأسامة الجزيري لسيسا وداخل سيسا واستغل رشاقته العالية وجنبه العالي ودخل وارتقى لكن كان فيه دفاع وإعاقة من مؤمن محمد رقم 11 ويحصل سيسا أحمد هشام على رمية جزائية رمية 7 أمتار وإيقاف لمدة دقتين على اللاعب رقم 11 مؤمن محمد من فريق سموحة أسامة الجزيري المحترف ونجم النادي الآلي والمنتخب التونسي يحرز على يمين أبي الدرداء الهدف السبعتاشر عشان يحافظ على فارق العشر أهداف حتى الآن سبعتاشر الأهلي سبعة سموحة بنلعب في الدية أربعة مشاهدين أهل كرام لسه سموحة كده ناقص لاعب وبرضه طلع حارس المرمى ونزل اللاعب عشان يلعب بصفوف مكتملة ستة مهاجمين في الهجوم بيقابل النادي الأهلي اللي بيلعب ستة صفر متقدمة على التسعة متر قافل تماما عشان يحاول يمنع التصويبات الخط الخلفي والخارجية لنادي سموحة وداخل ماندو يحاول يتوغل ويخترق ومعاها صفارة وفاول ورمية حرة لنادي سموحة وقادي توجيهات كده على الخط من الكابتن طارق محروس المدير الفني للنادي الأهلي لمحمد سليمان لاشين بيطلب منه انه يقفل مع مهاب مع ياسر عفوا ياسر سيف لعب الدائرة اللي بيدافع وقادي خداع بالتصويب كده راح سيف مع الخداع وقادي كرة تانية تتقطع وحاول يعملها النادي الأهلي وحاول تاني يسموحة يعمل ارتداد دفاعي لكن سيسا يعمل متابعة على الكرة ويلمها ويصوب من الوضع طائرا ومعها الهدف الثمانتاشر مشاهدين الكرام الثمانتاشر الأهلي سبعة سموحة أحمد هشام سيسا لو جينا كده اتكلمنا مشاهدين الكرام على الشوت الأول وعلى الخمس دقايق اللي مرت من الشوت اللي التاني هنلاقي ان النادي الأهلي يقفل دفاعاته تماما على نادي اسموحة اللي بيصبح عاجز عن الوصول إلى أي ثغرات يقدر يحرز منها الأهداف وبيعتمد على قطع الكرة والهجمة المرتدة وبيعتمد على فكر كابتن باسيوني اللي بيعتمد على الزيادة العددية اللي غيرها دلوقتي ورجع يلعب بفريق كامل بدون خروج حارس المرمى استفاد النادي الأهلي من المرمى وقادي كرة تاني حاقت صد من الجزيرة الاماها سيسا لياسر لياسر يحرز معاها الهدف العشرين زياد الفارق مشاهدين يا الكرام لأصبح 13 هدف 20 الأهلي 7 سموحة رجع اتمنده وتوغل وصوب وأحرز الهدف الثامن سيف فوكس الجزيري بيهدى ويقف على كرته ويهدي وينظم صفوفه وتوصل تاني سيف في نص الملعب كصانع ألعاب يمكن قلنا لحضراتكم ان فيه غيابات في كل الفريقين النادي الأهلي يمكن بيغيب عنه طبعا مصطفى خليل نجم النادي الأهلي ومنتخبنا الوطني وأحد النجوم الذهبية في جيل 92 وأيضا بيغيب زيزو عبدالعزيز إيهاب وكرة مرتدة الحقيقة سيسا بزكاء بيرجع يقطع يقطع الكرة اللي كانت هجمة مرتدة لصالح نادي سموحة لكن سيسا عمل ارتداد دفاعي سريع ولم كرته وقادي ياسر تاني ياسر سيف استلم كرة ومال ودار وأحرص باقتدار الهدف الواحد وعشرين مشاهدين الكرام قلنا لحضراتكو غيابات في صفوف النادي الأهلي زي مصطفى خليل وعبدالعزيز إيهاب وعمر سامي كرة على الدائرة جميلة توصل إلى صانع البسمة في هجمات سموحة عمر مختار رقم 23 بيحرز الهدف التاسع لصالح فريق سموحة وتبقى النتيجة 21 الأهلي 9 سموحة بنلعب في الديئة 9 مشاهدينا مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان تاني الجزيري مازال بيلعب في مركز الظهير الأيصر أو الباكليفت وفوكس سيف هاني كصانع ألعاب ومحمد لاشين محمد سليمان لاشين أهو بيرتقي وينازل كرة لياسر على الدائرة وسفارة وتصويبة ودفعة وفاول ورمية حرة من على خط التسعة متر من أمام الباكرايت كده محمد سليمان أهو لعب لسيف فوكس استلم وقادي الكابتن طارق هم من برة يمكن دي تالت هجمة يطلب منه أنه يروح ويصوب وأنه هو بيأكد على قدرته وتصويباته القوية اللي بيطلق منها أهداف جو جو بقى من الارتقاء العالي والطول الفارع وإحراز الأهداف القوية المؤثرة اللي بيجهزوا عشان يدخل ضمن النسيج الأحمر النسيج الأهلاوي في ما هو قادم من لقاءات وموعيد تاني تسعين يوسف عبدالتواب في الباكلمين وآدي ماندو رقم 13 محمد علي أحمد فوكس التوغل والارتقاء والاختراق والتصويب والإحراز 23 الأهلي عشرة سموحة نلعب في آخر ديئة عشرة من زمن وأحداث الشوت التاني مشاهدين الكرام قلنا لحضراتكم الغيابات اللي في صفوف النادي الأهلي وأيضا عمر حجاج يمكن فيه برة على دكة البدلاء في بعض اللاعبين برضو المتميزين حقيقة بسلامي يشاركوا حتى الآن ما نزلوش زي نعمان وآدي كورة تاني تطقطع وسيسة والمرمى خالي والخطأ هيكون غالي زي ما قلنا لحضراتكم مشاهدين أهال كرام يحرص بيها الهدف الاربعة وعشرين لعب عمر نختار ويمكن باين النتيجة على تحركات ويعني وهجوم فريق سموحة ورمية الارسال بعد ما بيلعبوا الصنطرة والارسال ورايحين على أقل من مهلهم لأن حاسين أن هما مش قادرين يتوغلوا ويتعمقوا أمام دفاعات الأهلي اللي قفل منطقة مرمها تماما بيلعب 6-0 مقفولة بالرغم أن الفرقة التانية فرقة سموحة بتلعب بالزيادة عددية لاعب نتيجة سحب حرس المرمى وقادي سيف رايح عطل لفه دار مندو قابله على طول باقتدار ياسر محمد سيف رقم 72 اللي بيلعب في مركز ثلاثة ليه النادي الأهلي لاعب الدائرة اللي قافل تماما وبيعوض دلوقتي مكان المصري تقع كرة ويلمها طه ويلعبها في المرمى الخالي لكن بره ثلاث خشبات قوية أكتر من لازم من فوق العرضة وتبقى رمية مرمى لصالح نادي سموحة لعبها سمير اللي بيخرج دلوقتي وينزل مكانه برضو لاعب ما زالك كابتن باسيوني برضو عنده يمكن بيشارك ب أربع لاعبين موليد 2002 واتنين وعنده لاعب موليد 2004 وهو أحد عناصر منتخب 2004 منتخبنا الوطني للناشئين فطبعا صغر السن وقلة الخبرة هي اللي مؤدية إلى هذا بالإضافة إلى تعلق النادي الأهلي ويعني أفل منطقة مرمى تماما ودفاعات قوية أفل وقادي طاها تاني بيحاول لكن من برى الخط الكابتن طارق بيطلب منه الهدوء ويطلب منه التريث كابتن طارق محروس على المدير الفني للنادي الأهلي وحوار كده مابين ومابين الكابتن أشرف عواض من خارج الخطوط فوكس الجزيري ورايح الجزيري ودفاع بيطلب الجزيري أن يبقى فيها يعني عقوبة غير الرمية الحرة والفول نتيجة أنه كان فيه إعاقة ودفاع على منطقة الرقبة والوج وقادي كورة جميلة هي توصل دلوقتي ونزل أقول له كنت لسه بكلم حضراتكم عليه نعمان محمود يحرس يحرس من الجناح بنجاح لعب رقم 26 محمود نعمان أحد العناصر برضو الذهابية كانت في جيل 92 تانية سموحة بالزيادة العددية توقع كرة من عادل عماد توصل لمندو في الباكليفت اللي مندو راح في الباكليفت وعادل جيف نص الملعب ياسر وعادل عمل فنت خداع جميل واختراق نتيجة أنه عمل فنت شمال يمين وعد يعني في ثغرة وفي غفلة من دفاعات الأهلي ويحصل على رمية جزائية عبد الرحمن طه في مواجهة مؤمن محمد طه ومؤمن مؤمن وطه ويتصدى مؤمن طه يتصدى طه بمهارة ومرونة ويستحق عليها تحيط كابتن طارق محروس وتحيط وتشجيع زملائه من على بنك ودكة الاحتياط للنادي الأهلي فوكس لشين فوكس الجزيري على شماله فوكس في نص الملعب صانع ألعاب والعقل المفكر والمحرك تلاشين ينزل الكورة الياسر لفه ودار وسجل باقتدار الهدف الستة وعشرين زاد الفارق مشاهدين أهال كرام إلى ستتاشر هدف ستة وعشرين الأهلي عشر أسموحة بنلعب في منتصف الشوت الثاني مشاهدين أهال كرام في الدقيقة ستتاشر من زمن وأحداث الشوت الثاني الشمال ويحرص بنجاح الهدف الحداشر نزل إسلام حسن طلع طه ونزل أحمد عادل إسلام حسن كصانة ألعاب وطلع الجزيري ونزل فيصل في الباكليفت ولشين في الباكريت أو الظهير الأيمن تغيير في المراكز وتقطعات للخط الخلفي ما بين إسلام حسن وعبد الرحمن فيصل لشين هيجي من وراء استلم من وراء حاول يعدي لكن دفاع وأراه وقف وعطل الهجمة وبقت صفارة وفاول ورمية حرة لصالح النادي الآل أحمد عادل لشين تاني وبيطلب هو كابتن طارق من بره على طول بيقول له روح روح بيطلب منه الدخول والتوغل والارتقاء والتصويب لكن برضه لسه السن والخبرة فيصل والخبرة والتقلق وخداع عمل مروحة بخطوة يمين وغير اتجاهاته وأحرز وأمتع الحاضرين بتصويبة قوية في الشباك السكندرية الهدف السبعة وعشرين قاطع إسلام لكن اللي سوء حظه توقع الكرة من إيده ويلماها هجوم سموحة تاني توصل للجناح رقم حداشر مؤمن محمد يحرس بارتياح الهدف لاثناشر لسه متبقي عشر ثواني تقريبا مشاهدين الكرام على ما يكمل النادي الاهلي صفوفه نتيجة الإيقاف الديتين وبنلعب فيه دقيقة تمنتاشر من زمن وأحداث الشوت التاني من اللقاء قلنا لحضراتكم اللقاءات اللي أقيمت النهاردة إن فيه الزمالك بيواجه طلاقع الجيش والأهلي بيواجه سموحة والبنك الأهلي بيواجه سبورتينج عفوا الزمالك بيواجه البنك الأهلي والأهلي بيواجه سموحة وطلاقع الجيش بيواجه سبورتينج دي اللقاءات اللي بتجمع جولة هذا اليوم او هذا الاسبوع الجولة القادمة ان شاء الله هتكون يوم الخميس المقبل عشرين اتنين وفيها سموحة هيقابل الزمالك وطلع الجيش هيواجه البنك الاهلي والنادي الاهلي في مواجهة سكندرية في صالة سبورتينج امام نادي سبورتينج السكندرية فيصل اللي جي في نص الملعب وعلى شماله اسلام حسن اللي راح في الباكليفت هيحصل تغيير في المراكز الخط الخلفي ورجع فعلا اسلام على نص الملعب وقادي اهو لاشين لاسلام اللي اخترق وتوغل صوب برست ايده حاول يلمها دفاع سموحة بعد تصويبة اسلام اللي ارتدت من القائم من العرضة لكن ترتضم الكورة في رجل يوسف علاء الدين وتبقى في صفارة على طول وفاول ورامية حرة لصالح النادي الاهلي لاشين اسلام فيصل ارتقاء من فيصل دفاع قوي من يوسف علاء هل هيورينا لاشين حاجة بقى من التصويبات الجو جو اشارة اللعب السلبي وتصويبت الظهير الايصر عبد الرحمن فيصل احرص بيها الهدف التمانية وعشرين تمانية وعشرين الاهلي تلاتاشر سبورتينج اسموحة عفوا في ديئة عشرين مشاهدين الكرام في كل مكان رجعنا تاني للمرمى الخالي والخطأ هيكون غالي اعزائي المشاهدين تصويبة طه يتصدى والمرمى خالي رجع طه تاني ما حاولش ان هو يحط الكورة في الشباك الفضية وقادي اهو بقى بيصوب لاشين مين اللي بيتصدى جلال امين جلال حارس المرمى الناشئ اللي لسه نازل دلوقتي رقم تسعة وتلاتين تابع كورة لاشين محمد سليمان رقم خمسة وخمسين من نادي الاهلي لكن ترتضم الكورة بوشه وعلى طول تقم التحكيم حرصا على سلامة اللاعب بيوقف اللاعب عشان يتطمن لكن قام جلال سليم مفوش اي حاجة واستأنفنا اللقاء مع حضرتكم تاني عادل عماد في نص الملعب لماندو اللي راح في الباكليفت ويقطعها اسلام لطاها لفيصل واربع خطوات فعلا على فيصل وياسر بيحاول يقطع الدريبلاية لكن تابعها على طول أدهم اسلام طاهر رقم تسعة فاول ورمية حرة من نص الملعب من على خط التسعة متر تلعبت عادل لماندو على يمينه ليوسف علاء الدين يوسف في الباكرايت عادل عماد ماندو في الباكليفت جي في نص الملعب ماندو تاني وغير مركزه هو مع عادل عادل حاول يختارق ويعمل كرة باك هند كده تمريرة للجناح الشمال لكن تطلع بره الملعب رمية جانب يلعبها طاهر الإسلام للاشين على الدايرة الياسر وحاول ياسر يحطها ودوران جميل ولكن متابعة وتصدي بالكرة بمهارة الحقيقة من جلال حارس مرمى نادي يسموحها لكن أجمل ما في اللعبة دوران ياسر سيف لعب الدايرة رقم 72 من نادي الأهلي لف بالمدافع وحاصل على الرمية الجزائية وأيضا إيقاف دقتين إسلام حسن في مهاجئة جلال بيصوب على شماله في الأرض يحرص بيها الهدف التسعة وعشرين تسعة وعشرين الأهلي تلتاشر سموحة بنلعب في دقيقة 22 مشاهدينا الكرام التقدم أهلاوي منذ الدقيقة الأولى وحتى الآن واضح إن سموحة بيلعب على أد الأمكانيات المتاحة في هذا اللقاء ومش قادر يجاري لعب النادي الأهلي ولا دفعتهم ولا هجومهم وأدي تصويب تاني وطه والتصدي والتألق والكورة والمرمى خالي لكن طه المرة دي بقى عملها اليسر على طول استلم ياسر ولفه ودار وصوب وسجل باقتدار الهدف التلاتين بقى المجهود النادي الأهلي بإراحة أكثر من ورقة رابحة في صفوفه وعلى بنك الاحتياط في النادي الأهلي يمكن عصام الطيار لم يشارك في هذا اللقاء وأعتقدش إنه هو هيشارك ويمكن أيضا نعمان شارك في كرة وحيدة يعني أو شارك في آخر عشر دقايق وابتدى يبقى متواجد في الملعب في مركز الجناح الشمال الوينجليفت نعمان رقم 26 وقادي ياسر بيحاول ياخد فاول عكسي على المهاجم على علاء الدين يوسف رقم 50 لكن صفارة وفاول ورمية حرة لصالح نادي يسموحة تاني عادل عماد يقطعها رقم 48 مهاب سعيد لكن اللي سوء الحظ توقع من إيده وياخدها فريق اسموحة فيصل تاني اخترق وصوب وسجل الهدف الواحد وثلاثين كابتن في حراسة في حراسة المرمة الأهلوية تاني تلعبة الرمية الحرة لنادي سموحة عادل عماد لرقم 2 اللي بيصوب بقى محمد حزم اللي نزل دلوقتي فيه الباك الشمال الباكليفت كرة لسوق حظ عبد الرحمن طه ترتطن بصد البلوك اللي عمله فيصل أو ياسر وتغير اتجاهها وتروح في الزاوية البعيدة الهدف الـ 14 لنادي سموحة خلاص بنلعب فيه المنحنة والمنعطة في الأخير مشاهدينا أقال كرام مشاهدي قناة النادي الآلي في كل مكان وقادي لشين منه الإسلام وكان دخل الإسلام وحمل خداع وحاول يتوغل لكن فيه ارتطام من إيد عادل عماد رقم 8 ويحصل الإسلام على فاول ورمية حرة وإيقاف دقتين على عماد عادل رقم 8 فيصل لشين على الدايرة الياسر يلمها وبعد موايعة منه تاني فيصل إسلام حسن في نص الملعب إسلام والمهارة اللي هتنهي العبارة فيصل على الدايرة الإسلام زي ما قلت لحضراتكم المهارة هتنهي العبارة وأنهاها إسلام بشطارة يحرز بيها الهدف الثلاثة وثلاثين مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة النادي الآلي تلاتة وتلاتين الأهلي أربعتاشر سموحة بنلعب في دقيقة ستة وعشرين من زمن وأحداث الشوت التاني واللقاء لسه نادي سموحة متبقيله حوالي دقيقة وخمستاشر ثانية على ما يكمل وينتهي الإيقاف لمدة دقيقتين تاني على طوله هو بيخش مهاب بيخش محمد حازم رقم اتنين ويحرز الهدف الخمستاشر إسلام ليازر لاشين وقادي بقى بيطلب منه الكابتن طارق إنه يطلع ويركب بفوق الدفاعات ويصوب لكن هو ركب بزيادة شوية وتصوبته بره تلات خشبات من فوق العرضة بره المرمى رمية مرمى لصالح جلال حارس مرمى نادي سموحة تلعبت رمية المرمى علاء الدين محمد حازم علاء على الديرة لكن قطعها لاشين ونعمان رايح والمرمى خالي ويحرز وقلت لحضراتكم الخطأ هيكون غالي الهدف لاربعة وثلاثين مشاهدين الكرام اربعة وثلاثين الاهلي خمستاش سموحة بنلعب في اخر تلات دقايق من زمن واحداث المباراة اكتمل نادي سموحة وانتهى الايقاف الدقتين وكملة صفوفه بيلعب دلوقتي سموحة اربعة اتنين هجومية اختراق وتوغل لكن تصدي من طاها بشطارة وجسارة يمنع الكرة من الوصول الى الشباك وقادي اسلام وكرة بقى من العاب الهوى بقى اللي بيستحق عليها تحية الجماهير ما بين اسلام حسن الثعلب المكار في صفوف النادي الاهلي ومحمود نعمان اصغر اصغر الشطار يحرز الهدف 35 عشان يزيد من الام واوجاع سموحة ويزيد الفارق الى 20 هدف مشاهدين الكرام 35 النادي الاهلي 15 سموحة كرة تلعبت وتعلقت من اسلام في الهوى لنعمان استلم وهو في الهوى وصوب وهو في الهوى واحرز الهدف الجميل في شباك النادي الاهلي يستحق عليه تحية الحضور في صالة الامير عبدالله الفيصل بالنادي الاهلي الصالة المغطى ايدي محمد حازم عمل ارتقاء كده مزدوج على نفس القدم فيصل على الدايرة الياسر لكن ما استلمش وخدها فريق سموحة راحت لجلال حرس المرمى لكن كانت الكرة ارتضمت بقدم دفاعات سموحة وبقت صفارة وفاول ورمية حرة لصالح النادي الاهلي وآدي اسلام وحديث مبين ومبين ياسر على الدايرة وهنشوف آدي التحجيز واسلام لاشين وحاول لاشين انه يتوغل لكن دفاع قوي من رقم 19 ادهم اسلام خلاص بنلعب في الثواني الاخيرة مشاهدين الكرام من زمن واحداث الشوت التاني وقع المباراة متبقى حوالي 45 ثانية تقريبا اسلام تاني نعمان تلعبرة دلوقتي نعمان لاشلام حسن للاشين حاول لاشين انه يخترق اسلام ويصوب ويحرز الهدف الستة والتلاتين مشاهدين الكرام 25 ثانية على نهاية الشوت التاني واللقاء اللي نقدر نقول يعني خلاص حتى فريق اسموح ساب الكورة وكلا الجهزين الفنيين بيسلموا على بعض واللعيبة بتسلم على بعض في انتظار صافرة نهاية احداث اللقاء مشاهدين الكرام طبعا لازم للوقت يستكمل الرسمي الثلاثين دقيقة لزمن الشوت وفعلا ينتهي الشوت التاني والمباراة مشاهدين الكرام بروح رياضية جميلة من لعب النادي الاهلي ولعب فريق اسموح بفوز مستحق للنادي الاهلي بنتيجة 36 الاهلي 16 اسموح بفريق 20 هدف ومعها صافرة نهاية اللقاء مشاهدين الكرام شكرا لحضراتكم متابعتكم معنا مشاهدين مشاهدي قناة النادي الاهلي في كل مكان وكان معكم معلقكم الرياضي اهاب رجب على امل اللقاء معكم في اللقاءات القادمة ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته